وإنضم إلينا مشاهدين من المنطقة الخضراء في بغداد رئيس ائتلاف العربية السيد صالح المطلق سيد المطلق مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم وبداية اجتماع أمس تعني نتحدث عن اجتماع أمس للرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية لم يخرج هذا الاجتماع بنتائج مرضية تخفف من الاحتقان الموجود في الشارع أو حتى ترضي المعتصمين حضرتك حضرت الاجتماع واستمعت للحوارات ما تقييمك هنا لما دار هناك يعني أنا ما أعتقد أنه فعلا القرارات اللي طلعت ما تتناسب رغبة الجمهور وطموح الجمهور والانتفاضة اللي يقوم بيها الآن الجمهور وهي المطالبة بإصلاح جذري في العملية السياسية لكن أنا من الكتل السياسية الموجودة الحالية والتناقضات الموجودة والتراكمات الكبيرة من الأخطاء التي حصلت في العملية السياسية منذ بدأها في عام 2003 ولا حد الآن ما متوقع أنه هذه الكتل السياسية التي هي جزء من المشكلة ما متوقع من عدها أنه تحدث إصلاح جذري بين يوم ويوم آخر لذلك خرجت بعض التوصيات من ضمنها أنه الاستماع إلى طلبات المتظاهرين وأيضا تكليف السيد العبادي بالاجتماع باللجنة لإجراء تقييم للوزارات الموجودة لكي نعرف من السيد العبادي ما هي الوزارات التي يريد أن يغيرها لأنه واضح أنه ما كني الآن لإجراء تغيير شامل لكل الوزارات إذن ما هي الوزارات التي يريد أن يغير وزراءها ولماذا يريد أن يغيرهم هل بسبب عدم الانسجام بينهم بينهم أم بسبب الفساد أم عدم الكفاءة وعند ذلك تعرض الأسماء على البرلمان وصوت عليها بالبرلمان طيب الاجتماع طناعة الشخصية أن الشارع اليوم لا يبحث عن تغييرات من هذا النوع يبحث عن شيء أكبر الموضوع لن ينتهي لن ينتهي بتغيير بعض الوزارات وأتمنى على الجميع أن يفهموا أن هذه الخطوة ربما حصلت في دول أخرى حصلت في مصر عندما حسن مبارك بدأ يغير نائب رئيس جمهورية وبعض الوزارات ثم انتفض الشارع أكثر وطالب إلى أنه انتهى الوضع على ما انتهى عليه لا نخطأ هذا الخطأ لدينا تجربة حسن مبارك ولدينا تجربة بشار الأسد اثنين علينا أن نستفيد منهن ونذهب إلى إجراء أصلاح جذري حقيقي في العملية السياسية ليس فقط في الوزراء وإنما في منظومة الدولة كلها من المدراء العامين ووكلاء الوزارات والهياة المستقلة ونهج الحكومة والأسلوب الطائف الذي يسير البلد باتجاه منذ 2003 ولحد الآن باتجاه تفتيت المجتمع وليس لمشم للمجتمع باتجاه تفتيت البلد وليس وحدة البلد لذلك هذا هو المطلوب أن تشكل حكومة غير طائفية وأن نذهب إلى إصلاح كل الأخطاء التي حصلت طبعا ما رح نقدر نصلحها بيوم وليلة لكن نبدأ بالإصلاح الحقيقي نبدأ بالهياة المستقلة ونغيرها ونجيب ناس فعلا كفاء لإدارة هذا الموضوع موناس تابعين لحزب معين نعم إذا لم تتم هنا الاستجابة لمطالب المعتصمين هناك خشية من دخول المعتصمين إلى المنطقة الخضراء وما قد يتبعه ذلك من انهيار لكل العملية السياسية حضرتك حاليا الآن في المنطقة الخضراء هل تستشعرون أي خطر من وجود هذا الاحتمال؟ والله نحن نستشعر الخطر على البلد كله وليس فقط على المنطقة الخضراء يعني عندما يقول رئيس الوزراء أنني بدأت أن أسحب قطعات من الجيش من المعركة في الأنبار إلى بغداد هذا أمر خطير جدا ربما ينذر بعودة داعش مرة ثانية إلى هذه المناطق وعندما يسحب هذه الأفواج من المعركة تتأخر معركة الموصل لكن هذا الموضوع كله ممكن معالجته باتخاذ إجراءات سريعة حتى لا يضطر إلى سحب هذه القطعات اتخاذ إجراءات سريعة والكون يعرف أن الجمهور لم يعد قادر على أن يكتفي بالإصلاحات الجزئية الترقيعية التي ممكن أن تحصل هنا أو هنا مثل ماذا هذه الإجراءات السريعة سيد المطلق؟ ما طلع من أسبوعين وثلاثة وجاية الجمهور خرج صار لسنين خرج في 2011 و2012 وخرج قبل سنة تقريبا وهو يتظاهر في الشارع الآن زاد حجم التظاهرات في الشارع مطلوب أن هذه العملية السياسية بنيت على أساس طائفي يجب أن ينتهي هذا الموضوع وأن الدولة ركبت بشكل حزبوي وطائفي يجب أن تنتهي هذه التركيبة لكي نعيد بالكفاءات إلى الوزارات وننهي القوانين التي تعرقل عودة الكفاءات إلى الوزارات وننهي البكاء على الماضي وخلق الأزمات لأنه هناك من أراد أن يعيش على خلق الأزمات حتى يحصل على العقب رئيس اتلاف الوطنية هنا أسيد نقول أن خلق الأزمات طيب رئيس اتلاف الوطنية هنا أسيد إياد علاوي عفوا اقترح اليوم تشكيل مجلس إنقاذ يتكون من الرئاسات الثلاث والكتل السياسية وأيضا من لجنة من المعتصمين للإشراف على تشكيل حكومة جديدة هنا باختيار وزراء الكفاء وتكنقراب هل هذا المقترح برأيك هنا قابل للتطبيق وماذا أيضا عن الاستحقاقات الانتخابية يعني أنا عيدت هذا المقترح باجتماع هيئة الرئاسات والكتل السياسية ولكن المقترح هو ليس فقط لاختيار الكفاءات المقترح أن مجلس للإشراف على العملية السياسية سواء في اختيار الوزارات أو في الإصلاح المستقبلي سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال السياسي أو في المجال العسكري وبناء الجيش وبناء القدرات في كل المجالات يكون هناك مجلس يشرف على إداء الحكومة ويشرف على مؤسسات الدولة بطريقة بحيث يوجه الإصلاحات بالاتجاه السليم لأنه واضح أن الإصلاحات لا يمكن أن يصبح في يوم وليلة أخرى يجب أن تكون هناك جهة مراقبة على هذا الموضوع ولا مانع من إشراك أو هناك ضرورة للإشراك وناس ليسوا في العملية السياسية يأتوا من خارجها حتى يكونوا معها لتطعيم العملية السياسية بأناس لبما لديهم فكرة أو رؤية أخرى غير رؤية الناس المشتركين في العملية السياسية برأيك هنا سيد المطلق إلى أين يتجه العراق خلال الأيام المقبلة هل تتوقع حصول مثلا تنازلات من مقتضى الصدر تنازلات من العبادي أو القيادات الأخرى أم إننا متجهون هنا حقا نحو المجهولة يعني طبعا هذا الموضوع نحن كنا نحذر منه منذ فترة طويلة والحقيقة أنا كان رؤيتي منذ زمن طويل أنه التغيير في العراق جاء بإرادة خارجية ولذلك إما أن تأتي الإرادة الخارجية وتغير وهذا أمر غير مرغوب عراقيا أو أن الشارع ينتفض لكي يغير لأن الأخوان الموجودين في رموز العملية السياسية واضح أنه يعني هدفهم الحكم بغض النظر عن ماذا سيستطيع أن يقدم من خلال استلام هذا الحكم لذلك الانتفاضة كانت متوقعة وحصلت قبل هذه الفترة ولكن للأسف يعني تم التعامل معها بطريقة غير صحيحة جاءت بداعش إلى العراق التعامل مع التظاهرات السابقة جاءت بداعش إلى العراق أيضا إذا لم يصح التعامل مع هذه التظاهرات بالطريقة التي تلبي مطامح الجمهور والتي سوف لن تقف عند شخص معين اليوم الجمهور خرج وانتفض وصلت الفكرة نعم معذرا لك سيدي رئيس تلاف العربية صالح المطلق شكرا جزيلا لك لوجودك معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك